السلام عليكم مرحبا بكم في قناة هيلانات اليوم ان شاء الله بمناسبة عيد الاضحى المبارك سوف نريكم ثلاث طرق اللي سوف نغسل بها الكرشة او نقشر بها الكرشة بطريقة جيد جيد سهلة وسريعة نبدأ على بركة الله فهذه هي الكرشة انا اسبق وغسلتها وقطعتها لا ثلاثة يعني حاول قطعتها طريفات اللي غيكونوا صغار يعني ما يكونواش كبار بزف باش هكام ما كنتمحنش بزف معها وما كنتاخدش ليا بزف ديال الوقت هنا غدي ندي لكم ثلاثة ديال الطرق كيف سبقوا كدليكم لي معروفين وغنشوفوا احسن طريقة اللي ممكن اننا نوجدوا بها الكرشة نهار العيد نبدأوا كيف العادة فاول حاجة غدي ندير الطريقة الاولى المعتادة اللي هي ديال الخل غدي ناخذ كمية من المال اللي كيكون سخون بزف او اللي كيكون غليا غدي نديرو فئنا هانا غدي ناخذ المال اللي اسبق وغليته غدي نديرو فئنا وغدي نضيف عليه شوية ديال الخل يعني تقريبا غندير شو المعالق اولا ثلاثة المعالق على حسب يعني هنا كيف كان قولو احنا عينكم ميزانكم اه تقريبا لان عندي كمية قليلة غدي ندير في تقريبا واحد جوش معالق ديال الخل اولا معتمدة عندهم غدي نخليها تقريبا واحد ثلاثة اولا ربعة ديال بقيق ومن بعد غدي نبدأ نقشرها ونشوف النتيجة ديالها كيف غدا تكون هنا غدي نخليها حاولوا ما امكن بعدها انكم تغطسوا هذا الكرشي يعني حاولوا انكم تخليوا دائما الماء هو اللي الفوق يعني الماء فوق منها سافيا غدي نخليها ثلاثة ديال دقائق او الاربعة ديال بقيق وغدي ندير نقشرها بعد ما خليتها دا تقريبا واحد ثلاثة ديال دقائق غدي ندير نقشر باش نشوفوا النتيجة كيف كيف دايري عينيها غدي نستعمل غير ايدية فبالايدين كيف كتلاحظو ما بغش تقشر غدي نستعمل بسكين او لمع القاهمة على حسب الرغبة ديالكم كذلك يعني هنا كتقشر بالزز بالنسبة ليها الطريقة مماشي عملية وكتضيع بزاف الوقت هنا بايد ديك كيف كتلاحظو ما بغش تقشر ولكن ما انتبه الطريقة رفع غتتاخد ليه بزاف ديال الوقت وركو عارفين هالعيد كنحاول ما امكان اننا نسربه مع الصباح بكريه كنحايدو ديال العيد باش كيبقى لينا بحلقة كافة العشية باش نزوروا الاحباب ديالنا بنسبة ليها الطريقة ماشي ناجحة وما انقدرش نستعمل انار العيد نوركم الطريقة الثانية سوف ندير الخاميره الكيماوية او الخميره ديال الحلوة اللي معروفه ناخد كمية من الماء اللي كيكون غليا دائما هنا ستستعمل الماء اللي كيكون غليا مزيان فغدين ديرو في ايناء اللي غدي يغطي ليه هذيك الكرشة يعني لكنتو غتستعملو الكرشة كاملة ما غدش تقطعو فان احسن نديرو ايناء اللي يكون شوية كبير انا بما انني قطعتها فقدير هنا ايناء صغير سوف نضيف لها هنا خمارة ديال الحلوة هنا كيف كتلاحظو خمارة وزن 7 جرام او 8 جرام يعني اللي يتوفر عندكم ولا حسب الدولة اللي انتم ما فيها سوف نستعمل هذي الخميرة وغندير فيها مباشرة هذيك القطعة ديال الكرشة سوف يحاولو انكم تغطيوها مزيان سوف نخليها غيب بضعة ثوانية يعني ما ديش نخليها بزاف هنا تقريبا نخليتها واحد دقيقة وغادي نشوف النتيجة ديالها مباشرة سفي هنا غادي نبدأ نقشر كيف كتلاحظو هنا دغياتها تقشر هنا نتيجة ديالها صراحة رائعة وكيف كتلاحظو الساعة متغير خمارة واحدة ديال الحلوة سوف نحاول نقشرها كاملة باش شوفوا معينات باش شوفوا معينات كتلاحظو كملتها هنا كيف كتلاحظو كملتها كتلاحظو كملتها هذا كليس سيكون شوية غلط فتي اخدوا شوية دي الوقت يعني بشها تفيني وهم زيان وهدي نتيجة ديالها كيف كتشوفه سوف يعني بقالها غير تغسل وهدي القشرة هنا رد غير القشرة تتجر بها الطريقة يعني كتتجر مزيان سوف في هدي نتيجة ديالها كيف كتلاحظه تتخرج الكرشة تتخرجت المع غد نديرها في ايناء وغد نحطها على جمعة الطريقة الاولى اللي درس نتيجة ديالها عملية بما ان الخميرة كتكون توفرة ضدزة في المنزل بتجوز الطريقة الثالثة اللي فيها الادوية اللي كتحتوي على مادة البراسيتامول التطريقة الثالثة كنستعملو اي نوع من الادوية كيتوفر عندكم في المنزل sécurité اللي كيحتوي على مادة البرواسيتامول يعني كتكون عبارة عن مهدئات سواء دوليبران او الاسبرو يعني كين بزاف انواع دي الادوية اللي تحتوي على مادة البراصيتامول هنا غدي نستعمل دوليبران انا توفر عندي غي هذا اللي فيه فيتامين سي فغدي ندير هذا وراه في انواع يعني كالالف وكالخمسمائة هنا انا كيف كتلاحظو غدي ندير غير خمسمائة صافية غدي نخليه دوب وغدي ندير فيه هاد الكرشة هادي كيف كتلاحظو غدي نغي بما دابت يعني في تواني قليلة جدا كيف كتلاحظو نتيجة ديالها غدي تبهركم بزاف هنا خليتها تقريبا كيف كتلاحظو يعني ببضع تواني وصافية غدي ندير نقشرها مباشرة باش غدي تشوفوا النتيجة هنا يعني ما كاملاش عشرة ديال تواني فكيف كتلاحظو نتيجة ديالها اللي جد جد رائعة هنا ما غدي نخليها قيع بزاف غدي نحيدها دابة وغدي نكمل معكم طريقة وهنا كيف كتلاحظو هنا غدي نستنجو ان الناس اللي حاولوا ما امكان انهم ما ياخدوش مادة البطرسة يتعمل بزاف لانها كتأثر اول حاجة على الكابيد ناهيك على بعض الامرات اللي كتسبب فيها من غير انها بالطبع انها كتسكن هادك الالام اللي سيكون عندنا يعني صوى حرق ديال راس او لا اي حرق تيكون عندنا فدات ديالنا ولكن را عندها اضرار ديالها صفي هنا غدي نحاول انني نقشرها مزيان وكيف كتلاحظو راك تقشر ضغية حتى ذا كل بيس اللي سيكونوا غلادرة ضغية يتقشروا هنا بما انها سخونة يعني ما خليتاش اه تبرى ضغية واحد شوية ذا كلبا فغنحاول انني ندير معلقة او لا سكين لانها صارحة لا تسحق صافي هنا غدي نسعن بمعلقة فكيف كتلاحظو النتيجة ديالها يعني ضغية تتمشي الى قدرنا هالطريقة رف يعني واحد الضرف ديال خمسة دقائق ما كاملاش غدي نكملوا الكرشة كاملة وهديك الدوارة كاملة غدي نقياوها ديال حولي انا بالنسبة لي هالطريقة راها جد عملية اه وسريعة بزاف ولكن كيف سبق قلت لكم ما كنفضلش انني استعمل اه مادة الطرسي تعمل سواء اه انا مثلا حاول ما ناخدهاش بزاف يعني مثلا نشربهاش بزاف وكذلك بالنسبة لها الطريقة را نقدر ما نديرهاش يعني كنفضل انني ندير الخميرة الكيماوية مع انها الطريقة كانت اسرع واحدة فيهم المهم انا هنا في هذا الفيديو حاولت انني نوريكم الطرق بثلاثة اللي معروفين اه في اليوتيوب او لبعض القناوات بالنسبة لي لطريقة ديال براسيتامول فهي كانت اسرع او لطريقة التالتة هي الاسرع هنا النتائج ديالهم بثلاثة هنا كيف كتلاحظو هالتبصيل هو اللي درت فيه المادة ديال براسيتامول وهذا اللي استعملت فيه الخل يعني كيف كتلاحظو يعني ما قديتش نكملها وهادي اللي استعملت فيها الخميرة الكيماوية اللي كانت انا بالنسبة لي هي المفضلة لانها بالطبع احنا كنا معروفين انا الخميرة الكيماوية كتوفر عندنا في المنازل ديالنا يعني كترى يعني اي منزل غدخل تقريبا كتلقى فيه الخميرة الكيماوية فانا كنفضل انا يستعمل الخميرة الكيماوية ونخليها نخليها واحد جوش دقيق او لا ثلاثة ديال دقيق بقع ونبدأ نقشرها ومادة البرسيتامول فكانت بالنسبة لي هي الاسرع انا اعطيسكم الطرق بثلاثة وعطيسكم كذلك وجهة النظر ديالي يعني اشنو غادي نستعمل على حسب مليون سوفر عندي في المنزل نهاية الفيديو هي هادي كنتمنى ان الفيديو ينال اعجاب ديالكم وإلى اللقاء فيديو اخر بحول الله شكرا